دكتور نبي نشوف مع حضرتك فيديو ونرجع نتكلم عنه ونعلق عليه خلق نشوفه لو لله سبحانه وتعالى فضل من الله ثم البراكين والزلازل لنفجرت الأرض هذه عبارة عن متنفس الزلازل والبراكين متنفس للطاقة العظيمة المختزنة داخل جوف الأرض والتي تريد الانطلاق لكن الله يبعث لها مخارج على هيئة الزلازل الوقتية على هيئة براكين فتتنفس وترتاح الأرض نبي تعليقك دكتور هذا البروفيسور السعودي عبدالعزيز من لعبون عبدالعزيز لعبون صديق أمانة يوم من الأيام كان سوبرفايزر معه لأيام اللي كنا نشتغل بالخفجي وفذ الجولوجي فذ والتعليق ما لا أتفق معه 100% معه يعني احنا أكو مصائب تصير مداها محدود وأكو مقولة قديما أن الزلازل تأتي نتيجة أبخرة منحبسة فتنفجر فتصبح الأرض منكوسة يعني في التراث العربي موجود هذا الشيء يعني ففعلا لمن يحدث الزلزال وتظهر اللافة هذه البراكين الباطنية والبراكين الظاهرية تكون مصحوبة عادة بالمعادن وعادة باللورات والأحجار الكريمة أنا الآن عملية تنفيس الضغط ما أتفق مع السادة عبدالعزيز دكتور عبدالعزيز لكن أراها بأنها فعلا هي عملية أوتوماتيكية بأن هناك حركة حرارية نسميها thermal convolution تضرب في الأرض وإذا الأرض تكسرت خرجت من الأرض بالأحرى أنا عندي نظرية أن الحرارة هذه اللي قاعدة تصير الأرض قاعدة تحتر ليست من نتانيكسيد الكربون أنا ضد النظرية هذه النتانيكسيد الكربون أنا قاعدة أقول أن هذه الكسور اللي في الأرض تخلي الحرارة هذه بدال ما ترجع في باطن الأرض من خلال الكسور تطلع برة وتحرر وتحمي الأرض فلذلك وجدوا أن المحيطات الآن درجات حرارتها جدا عالية أكثر من المعتاد عليها فهذه صحيحة يعني من هالمنظور الكسور اللي في الأرض أغلبها صناعيا تتخيلوا أن كل عشر دقائق أكو قمبلة قاعدة تنفجر في الأرض يعني مو كل عشر دقائق كل خمس دقائق أنا إحصائيا شفتها نتيجة الحروب المتفرقة هذه تجارب النهوية اللي قاعدة تحدث في القطب الشمالي من القطب الجنوبي هذه هذه كلها أثار قاعدة تسبب تصدعات في القشرة الأرضية تحبس الحرارة التي مفروض تخرج من ترجع إلى باطن الأرض وتخرج وترجع إلى باطن الأرض تحبسها ومن ثم تحدث زلازل حتى في الأماكن المستقرة يعني نحن بعيدين عن هالأحداث هذه لكن في أماكن فعلا معرضة لهذه الأمور والخيرات اللي تكلم عليها دكتور عبد العزيز يعني فعلا في محلها يعني البراكين والزلازل وحركة الأرض يعني الزلازل يعني شوفوا الزلزال هذا اللي حدث في تركيا لو تلاحظون خط الزلزال تقريبا النهر صار يعني الآن باقي ينترس ماي ويصير نهر وتخيل أن هذا النهر رح يصير شنو تبعات النهر هذا يعني من جمال من مياه من مدري شنو من هالأمور هذه لأن عادة المياه تسير في أماكن الزلزالية دجلة والفرات عبارة عن فالق أو كسر في الأرض ومشى في الماء يسوى نهر عميق على مرة